في ذات الإطار استنكر رئيس البرلمان التركي مصطفى شانتوب حجم الانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها 400 مليون مسلم خارج الدول الإسلامية في مختلف دول العالم جاء حديث شانتوب أيضا خلال لقاء نظيري الجزائري إبراهيم بغالي على هامش المؤتمر 17 الاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الجزائر العاصمة ولفت شانتوب إلى أن 400 مليون مسلم يعيشون خارج دول إسلامية في مختلف أسقاع العالم يتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان بشكل ممنهج أو منفرد وأشاد شانتوب أهمية اجتماعات مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمناقشة وبحث التحديات التي تواجه العالم الإسلامي ومن جهة أخرى أشار شانتوب إلى تطور العلاقات الثنائية بين تركيا والجزائر في فترة وجيزة وإلى أهمية ذلك على الاستقرار والرفاة في المنطقة وشدد شانتوب على أهمية التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية مبينا القدرات التي وصلت إليها تركيا في هذا المجال ترجمة نانسي قنقر